موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم مشاهدين إلى نافذة جديدة من ساعة صباح وفيها حوال العين مشكلة تظهر عند الطفل خلال الأشهر الستة الأولى فما أسبابها وما الجديد في طرق العلاج موسيقى الحوال هو مشكلة في الرؤية تسبب عدم نظر العينين إلى نفس النقطة في الوقت ذاته وهو غالبا ما يبدأ في سن الطفولة المبكرة عن أبرز أسباب حول العين وأنواعه وطرق علاجه وأيضا عن كل مشكلات الأبصار لدى الأطفال والرد على أسئلتكم مشاهدين نلقاكم في ساعة صباح موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ننوه مشاهدين الى اننا نتلقى مشاركاتكم واسئلتكم عبر ارقام الهاتف التي تظهر اسفل الشاشة وعلى صفحتين الجزيرة مباشر على فيسبوك وتويتر كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر وكذلك عبر فيسبوك لايف دكتورة يمام في البداية يعني مشكلة الحوال ما المقصود بها بشكل عام الحوال هو انحراف احدى العينين او كلتيهما بما يؤدي الى مشكلة في الرؤية تسبب عدم نظر العينين في نفس النقطة في الوقت ذاته عادة يكون هذا الانحراف الى الخارج اكسوتروبيا وهو الحوال الوحشي او الى الداخل باتجاه الانف ايسوتروبيا وهو الحوال الانسي في مثل هذه الحالات يتلقى الدماغ صورتين مختلفتين تدفع احداهما الاخرى او يبدأ الشخص برؤية صور مزدوجة او ديبلوبيا يعني هذه المشكلة في اي عمر تبدأ؟ تبدأ من الطفولة كما هو معروف؟ نعم من الطفولة ثلاثة بالمئة من الاشخاص في الولايات المتحدة يعانون من الحوال ولا اظن ان النسبة تختلف بين البلدان وهذه نسبة عالية لا يمكن تجاهلها غالبا يبدأ الحوال في سن الطفولة المبكر خلال الاشهر الستة الاولى وقد يختفي خلال هذه الاشهر المبكرة لكنه ان لم يختفي بعد عمر الستة اشهر فسيزيد ويثبت هناك انواع اخرى من الحوال تبدأ حين يبدأ الطفل بالدراسة والقراءة عن كثب في صف الرابع او الخامس مثلا نعم دكتورة يمام اذا كانت تبدأ منذ الطفولة هل من الضروري بالفحص حدثي الولادة فحص العيون يعني وهل ربما نلاحظ هذه المشكلة منذ البداية حدثي الولادة؟ بالضبط هناك معايير عمرية معروفة عند اطباء العيون لضعف او بعض النظر خلال فترة نمو الطفل لو وجد خروج عن هذه المعايير خلال فحص العين المبكر فهذا يكون مؤشر لضعف سيستمر لاحقا ويؤدي لكثير من المشاكل ان لم يتابع بشكل مستمر فحص العين المبكر هو نوع من الطب الوقائي لادراك باكر لمشاكل عينية كضعف او بعض النظر ولادراك امراض خطيرة كسرطان العين وامراض الشبكية لذلك فان فحص العين المبكر هام جدا كما ان المواضبة على الفحوص السنوية هو بنفس القدر من الاهمية نعم عادة دكتورة يمام الاطفال عندما يولدون حدثي الولادة يكون هناك مشكلة في النظر ويبان انها حول في العينين هل يستطيع الطبيب ان يميز ان كانت هذه المشكلة فقط عند حدثي الولادة او اذا كانت سوف تستمر الى ابعد من ذلك اكيد احيانا لا يكون هناك اي سبب ظاهر للعيان يؤدي لاصابة بالحوال خلال مرحلة الطفولة على الرغم من انه قد ينقل بالوراثة في الحالات الطبيعية تعمل العضلات المحيطة بالعينين بتناسق تام على تحريك العينين في ذات الاتجاه والوقت لكن الحوال يحدث نتيجة عدم تحكم عضلات العين بحركتها كما يجب عندما لا تعمل عضلات العين كما يجب تفقد العينان تناسقهما الامر الذي يصعب على الدماغ امكانية معالجة الصورتين المنفصلتين القادمتين الى الدماغ احيانا يحصل الحوال عندما تحاول العين التعويض عن نقص نابع من مشاكل نظر اخرى كبعد النظر وهذا ممكن في فحص مبكر او متأخر ممكن للطبيب ان يعرفه ايضا هناك امراض اخرى كسرطان العين او العضلية المخططة رابدومايو ساركوما او المياه البيضاء الخلقية كنجينتول كاراراكت هذه الامرات تسبب الحوال عن طريق منع الضوء للدخول الى العين خلال المرحلة التنموية مما يؤدي الى حوال ناتج عن كسل العين وايضا هذه الاشياء يقدر الطبيب على ان يكشفها بسرعة خلال الفحص اذا تكلمنا ذكرتي ان الوراثة ربما تكون عامل او سبب من اسباب اصابة الطفل بالحوال هل هناك اسباب اخرى ايضا اكيد يوجد عدة انواع للحوال عند الاطفال هناك الحوال الكاذب او بعض الاطفال يلاحظ الوالدان ان العينين ليستا في الوضع الصحيح مما يسبب لهما قلقا شديدا ويتصوران ان الطفل مصاب بالحوال يحدث هذا الحوال رأى اتساع في جسر الانف حيث يكون منخفضا او عريضا في بعض الاطفال فتكون هناك طبقة من الجلد تغطي جزء من العين فيخيل لمن ينظر اليه ان حدقة عينه منحرفة للخارج لكن مع الوقت يتكون الانف ويتلاشى الحوال هناك ايضا الحوال الخلقي او هذا النوع من الحوال عند الاطفال يظهر خلال اشهر ستة الاولى من حياة الطفل ويتميز بحوال كبير لا يختفي بل يزداد ويتحول الى حوال ثابت وظاهر في مثل هذه الحالات يجب اجراء فحص شامل للعينين مع قطرات توسيع من اجل فحص احتمال ضعف النظر ونفي الحاجة الى وضع نظارات طبية حوال الاطفال الخلقي المسبب للحوال الثابت ينتج في غالبية الحالات عن كون عضلات العين قوية مما يؤدي الى شد العين الى الداخل ومعالجة هذا النوع من الحوال تتم بواسطة الجراحة لارخاء هذه العضلات من المعرفة اليوم ان تحقيق النتائج الامثل في معالجة الحوال الخلقي يكون كلما اجريت الجراحة في سن اصغر بين نصف عام حتى عام واحد وعندها يكون الاحتمال الاكبر لتطور نظر سليم في العين يوجد ايضا نوع اخر من الحوال يسمى الحوال التكيفي او يظهر هذا النوع من الحوال عند الاطفال ما بين السنة ونصف وحتى السن ثلاثة سنوات ويظهر نتيجة لبعد نظر خلقي في هذا السن يبدأ الطفل بقضاء وقت طويل نسبيا في العمال القريبة ونتيجة ذلك تتشنج العضلات الباطنية وتحاول التركيز بواسطة العدسة من اجل رؤية الصور واضحة تتم معالجة هذه الحالة بوصف نظارات طبية لمعالجة بعد النظر بعد استعمال النظارات من الممكن ان يتحسن الحوال عند الطفل بشكل كامل اي عندما يضع الطفل النظارات فقد يختفي الحوال تماما او ثمة احتمال ان تحسن النظارات جزء من الحوال بينما يتوجب اصلاح زاوية الحوال المتبقية بواسطة التأهيل البصري وبالتالي دكتورة يمام يختلف العلاج حسب نوعية الحالة ونوعية الحوال تمام بالضبط هناك ايضا الحوال الوحشي يظهر هذا الحوال عند الاطفال نحو الخارج قبل سنة نصف سنة ويجب عندها نفي احتمال وجود مشكلة عصبية وفي سن اكبر قد يظهر الحوال نحو الخارج عند التعب او المرض احيانا يتحول الحوال من حوال يظهر في بعض الاحيان الى حوال ثابت ودائم بالامكان معالجته عن طريق التأهيل البصري اما في الحالات التي تكون زاوية الحوال فيها كبيرة جدا فهناك حاجة الى عملية جراحية للحوال يليها التأهيل البصري دكتورة يمام وردنا ربما في هذا الموضوع العديد من اسئلة وتعليقات متابعين على صفحتين الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر عن موضوع حلقة اليوم في البداية نأخذ يقول حساب التاجر ابو منصور هل النظارات هي حل لمشاكل الحوال عند الاطفال ربما ذكرت دكتورة يمام ان احدى هذه الحالات يمكن معالجتها بالنظارات نعم يعني في كذا حالة ممكن علاجتها بالنظارات ولكن النظارات عادة لا تكون كافية يعني ربما تكون مساعدة للعلاج تماما تماما تكون مساعدة ولكن ليست الحل الوحيد يعني يكون ممكن نظارات مع التأهيل البصري أو نظارات مع جراحة اذا اخذنا ايضا مشاركة اخرى من خوخة حامد تسأل طفلة عمرها سنتين بدأ يظهر الحوال عندها منذ خمسة شهور تقريبا وكان يزيد بالتدريج وعند اجراء الفحص عليها تبين وجود قصر نظر وتم عمل نظارة هل يمكن علاج هذا الحوال بالنظارات الطبية فقط ام سيحتاج الامر الى تدخل جراحي الحوال الناتج عن قصر النظر النظارات ستساعد على الشكل يعني الشكل العين ستكون تبدو طبيعية ولكن هو مثل عكاز يعني اول في فور ان النظارة ليست موجودة لا تكون موجودة الحوال سيعود فاستخدام النظارة من غير التأهيل البصري ليس كافيا نعم دكتورة يمام عندما تقولين تأهيل بصري ما المقصود به التأهيل البصري هو معالجة فيزيائية لمشاكل عديدة في انتظام عمل العينين من خلال جلسات تدريبية وتمارين لتقوية العين نعم وبالتالي الحوال ذكرت انه يظهر منذ الطفولة هل هناك انواع من الحوال تظهر في عمر متقدم اجل يمكن للكبار في السن بعد جلطة الدماغ او اي مشكلة في الدماغ ممكن ان يحصل الحوال وغالبا يكون حوال وحشي للخارج نعم طب بالنسبة ايضا لدينا من اسئلة وتعليقات مشاهدين مصطفى يسأل هل يمكن الشفاء منه يقصد الحوال بلبس النظارات واستعمال لاصقة العين وهل يؤثر على مستوى النظر عند المريض يعني نفس السؤال حول استخدام النظارة ومشكلة الحوال هل هي بالفعل تؤثر على مستوى النظر او شدة او جودة النظر نعم الحوال لو كان زاوياته كبيرة جدا فكل عين ترى شيء مختلف فالمريض يعاني من رؤية لصورة مزدوجة وهذا صعب جدا خصوصا على الطلاب في المدارس فالدماغ يعمل لعين واحدة للعين الأضعف اللي هي فيها الحوال في معظم الأوقات فالشخص يستعمل العين الثانية طول الوقت وهذا يؤدي إلى صداع وإلى أشياء كثيرة ستساعد تزعل العين بالضبط نعم دكتورة هل يمكن لبعض الممارسات الخاطئة التي يمارسها ربما الأطفال أو الكبار ولكن تحديدا الأطفال أن تسبب بهذه المشكلة يعني ربما مشاهدة التلفاز لساعات طويلة ربما التركيز في نقاط معينة قريبة أو بعيدة لمدة طويلة هل يمكن لهذه الممارسات أن تسبب في مشكلة الحوال عند الأطفال أجل خصوصا الإفراط في استخدام الإلكترونيات هذا يسرع في ضعف أو قصر النظر ويقلل من تركيز العين مما يؤدي إلى Convergence Insufficiency أو القصر في تقارب النظر و Accommodative Insufficiency أو الرؤية الضبابية كذلك استخدام الهواتف الذكية بكثرة يؤدي إلى تعب وإرهاق العين بالإضافة إلى ألم في الرقبة والأكتاف قد يؤدي إلى حول بعد ما يكون موجود القصر في تقارب النظر بالنسبة لهذه المشكلة عند الأطفال ذكرت أنه تذهب مشكلة الحول حديثي الولادة عند عمر ستة أشهر وبالتالي يجب على الأهل أن لا يحدد أو الطبيب لا يحدد إن كان هناك مشكلة حول أو أي مشكلة في النظر إلا بعد ستة أشهر عمر ستة أشهر أجل في خلال ستة الأشهر أول ستة أشهر للنمو العين تمر بأشياء عدة خلال نموها للستة أشهر فممكن يوجد حول ممكن يوجد حتى الذي هو الحول للأعلى وليس الوحشي أو الانسي فهذه كلها أشياء طبيعية من خلال النمو لكن بعد ستة أشهر لهذا أول فحص هو عند ستة أشهر يعني أول فحص عين يقوم به طبيب العين هو ستة أشهر وبعدها سنة ويكمل بعدها ويستمر في الفحص يستمر تماما نعم أيضا لدينا سؤال آخر من كريم يسأل فيه أنا ابني عنده أربع سنوات واكتشفت أن عنده حول وضعف في النظر الحول ده علاج والعملية تكون عند عمر كم سنة وشكرا يعني لاحظنا من خلال التعليقات دكتورة يمام أن اكتشاف الأطفال أو الحول عند الأطفال عمر سنتان عمر أربع سنين يعني هل بالفعل هنا المشكلة تكون واضحة لم تكتشف عمر ستة أشهر هلالفحص لشخص عنده ستة أشهر صعب ف يعني ممكن أن لا يعني ربما لا يستطيع الطفل التركيز في الفحص حتى لا نعم نعم فخلال سنتين أو ثلاث سنين يصبح الفحص أسهل للطبيب فيخضر أن يشوف يعني ممكن يشوف التركيز تركيز الطفل على جسم معين أو على على شيء فالديتكشن يعني ممكن أو الفحص نعم أن يكون الفحص ممكن أدق نعم يكون أدق فبالتالي يكتشف عند السنتين أو الثلاث سنوات نعم وكان كريم يسأل حول الجراحة متى في مشكلة الحول متى تدخل الجراحة أو متى ممكن أن ندخل في العملية الجراحية الجراحة ممكن أن تبدأ من قبل سنة من ستة أشهر وهذا يكون يعني يساعد على النجاح العملية بشكل أكبر يعني كلما كان متقدما العملية ربما كان النجاح أكثر بالضبط نعم طب دكتورة بالنسبة للجراحة تحديدا يعني جراحة هل كل أنواع الحول بحاجة إلى جراحة أم بعض الأنواع ربما لا تصل إلى مرحلة الجراحة بشكل عام لا تجرى الجراحة إلا كحل أخير معظم أسباب الحول يتم معالجتها من خلال التأهيل العصبي البصري القيام بجراحة دون معالجة سبب الحول أولا يؤدي إلى تراجع العين وانحرافها من جديد مثلا الحول التكيفي لا يحتاج إلى جراحة نهائيا بينما الحول الإنسي والحول الوحشي في أغلب الحالات تتم معالجته كليا من خلال التأهيل العصبي البصري لكن في الحالات التي تكون زاوية الحول فيها كبيرة جدا تتم الجراحة ومن ثم جلسات التأهيل العصبي البصري لتقوية عضلات العين عن طريق العلاج الفيزيائي نعم وأيضا حساب عبر انستجرام يسأل فيه ويقول الحول هو نوع من أنواع الذكاء اسأل أطباء العين عن سلوك مرضاهم وأهلهم قد لا يكتشفه في صغره أو يلاحظ أشياء لا يلاحظها الشخاص آخرين ويجب التنوية لذلك هل بالفعل دكتورة يمام يمكن أن يكون الحول له علاقة بنسبة الذكاء كما ذكر؟ الحول نفسه ليس له يعني ليس له direct causation يعني للذكاء لكن الأطفال الذين عندهم مشكلة في البصر بشكل عام يكونون يعني يضطرون لإيجاد أشياء أخرى وأسباب أخرى لكي يتعلموا مثلا لأن التعليم 80% من التعليم هو استخدام البصر نعم فيكونوا أذكى بهذه الطريقة يعني يحاولوا يستمعوا أكثر أو ينتبهوا لأشياء أكثر وبالتالي تعويض النقص وهذا التعويض ربما لجميع الأشخاص الذي لديهم مشكلة صحية معينة يحاولون التعويض بأشياء أخرى وهنا ربما يظهر ذكاء هذا الطفل تماما نعم دكتورة يمام بالنسبة أيضا بالنسبة للجراحات جراحات الحاول تحديدا عندما يلجأ الطبيب إليها هل يعني يكون هناك نسبة النجاح مرتفعة وما نسبة الخطورة في هذه العمليات عموما جراحة الحاول للأطفال هي إجراء آمن وعملية بسيطة نسبيا وفي أغلب الأحيان مضمونة النتائج ولكن مع كل عملية جراحية هناك خطر تراجع العين وانحرافها من جديد ممكن إذا لم تتم معالجة السبب الرئيسي لانحراف أولا كما قلنا كما أن من الممكن أن يكون عند الطفل حساسية من المخدر وإن كان موضعيا أو من حقق الستيرويد بعد العملية كما أن الرؤية المزدوجة هي من أكثر الآثار الجانبية شيوعا وسببها شد عضلات العين أكثر من اللازم خلال الجراحة نعم وبالتالي العملية الجراحية كيف تتم؟ يعني تصحيح البصر أو تصحيح الحاول كيف يتم؟ من خلال العملية الجراحية من خلال العملية نفسها نعم العملية مع تطور الطب ووجود الأجهزة الحديثة أصبح جراحة العين لتصحيح الحاول أسرع وأسهل فيقل الإجراء من حجم الشقوق اللازمة لجراحة عضلات العين فالجراحة نفسها يحصل الطبيب يعمل شقوق أو ثقوب حول العضلة نعم وثم يتم شدها إلى المكان الصحيح نعم في عام 2007 تم تصميم جراحة مجهرية للحاول سميت Minimally Invasive Strabismus Surgery أو MISS للاختصار لتكون طريقة أدق وأقل تدخل جراحي ممكن للوصول إلى عضلات العين نعم السمة المميزة لMISS هي وضع العديد من الثقوب الصغيرة بدلا من ثقوب واحد كبير كما كانوا يعملون يفعلون قديما نعم للوصول إلى عضلات العين نعم الخطورة في هذه العملية نسبة الخطورة نسبة الخطورة على حسب الشخص يعني لو كان صغير في العمر نسبة الخطورة تكون يعني تكون أعلى بنسبة يعني من جهة المخدر والستيرويد ولكن بيحكم صغر عمر الطفل يعني بيحكم الصغر عمر الطفل بالضبط بالضبط تماماً لكن العملية نفسها يعني أكثر من 80% نجاحها أكثر من 80% نعم وأيضاً استشارة أخرى حول نفس الموضوع حول العينين تأتينا عبر انستجرام ويقول أو تقول صاحبتها أنا كشفت على بنتي والدكتور قال لي أن عندها حول يسمى بالحول الوحشية وقال أنه لازم إجراء عملية بس هو مش بيبقى باين عليها غير لما أركز معاها بس المشكلة أن الدكتور بيقول بيرد تاني أو يرجع تاني هل هذا الكلام صحيح أرجو الرد دكتورة يمام عندما تكون مشكلة الحول غير ظاهرة كما تذكر والدة الطفلة أو والدة الطفلة وفقط عند التركيز وينصح الطبيب بإجراء ربما عملية ولكن يقول أن الحول ربما يعاود مجدداً ما رأيكي؟ الحول الوحشي يظهر عند الأطفال وهو حول نحو الخارج ويظهر قبل سن نصف سنة يجب عندها نفي احتمال وجود مشكلة عصبية وفي سن أكبر قد يظهر الحول نحو الخارج عند التعب أو المرض وأحياناً يتحول من حول يظهر في بعض الأحيان إلى حول ثابت ودائم بالإمكان معالجته عن طريق التأهيل البصري خصوصاً إذا لم يكن ثابتاً أما في الحالات التي تكون زاوية الحول فيها كبيرة جداً فهناك حاجة إلى العملية يليها التأهيل البصري وبالتالي ممكن أن يكون الحول غير ظاهر يعني فقط عند فحص الطبيب هو الذي يحدد إن كان هناك حول أو لا بالتأكيد نعم أهلاً بكم مشاهدينا من جديد وحديتنا متواصل في حلقة اليوم عن مشاكل البصار عند الأطفال وأيضاً نجدد الترحيب بالدكتورة يمام دكتورة يمام أيضاً من الأسئلة التي وصلتنا أيضاً حول موضوع المشاكل الأبصار بشكل عام عند الأطفال ما أكثر مشكلات الأبصار شيوعاً عند الأطفال؟ قرب ومد البصر وانحراف العين استيغمتزم شائع عند الأطفال وممكن أن يؤدي إلى مشاكل كثيرة في النظر والدراسة إن لم توصف النظارات المناسبة في وقت مبكر من الأمراض الشائعة أيضاً أمبليوبيا كسل العين والحول والتهاب باطن الجفن والتهابات باكتيريا عدة أيضاً هناك مشاكل في انتظام عمل العينين معاً مثل تقارب النظر أو الرؤية الضبابية أو الضعف في استجابة العين للحركة السريعة معظم هذه المشاكل ممكن معالجتها بشكل طبيعي عن طريق التأهيل البصري نعم وأيضاً من الأسئلة التي وصلتنا أيضاً نورا تسأل ابني لبس النظارة في عمر أربع سنوات هل ممكن الاستغناء عنها مستقبلاً أم لابد من عمل ليزك وفي أي عمر هذا يتوقف على لماذا لبس النظارة لو هو عنده قرب نظر أو بعد نظر أو انحراف في العين فممكن عملية الليزك يجب أن يكون عنده عمره 18 عاماً أو فما أفق نعم لكي يقدر على عمل العملية لو النظارة لابسها لأنه عنده حول وليس عنده أي شيء آخر يعني الملوثة بس عشان الحول نعم لو عمل السورجري نفسه يعني الجراحة للحول أو التأهيل البصري ممكن أن لا يلبس نظارة بعدها نعم وأيضاً يعني سؤال بالنسبة للنظارة تحديداً مع مشكلة الحول يعني الطفل الذي يجري عملية تصحيح الحول هل يستطيع الاستغناء عن النظارة نهائياً؟ لو كانت النظارة فقط يعني ليس فيها أي وصفة إلا الموشور أو البرزم في هذه الحالة ممكن الاستغناء عن النظارة كلياً بعد الجراحة نعم وأيضاً مشاهدين ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد البدوي استشاري طب وجراحة العيون صباح الخير وأهلاً وسهلاً بك دكتور أحمد يعني حديث حلقة اليوم عن مشكلة الحول عند الأطفال وهناك أسئلة كثيرة تركز على موضوع الجراحة جراحة الحول بالنسبة للأطفال ما الجديد في الجراحات؟ يعني بالنسبة للجراحات الأطفال للحول نعم طبعاً يفضل دائماً الجراحة للحول يتعمل في أقرب وقت ممكن طبعاً بعد إيه ما يجرب النظارة الأول يعني الأول يجرب النظارة لو النظارة عددت الحول كله خلاص ما فيش داعي نعمل جراحة لو ما عددتش الحول كله يبقى لازم جراحة في أسرع وقت عشان نمنع الكسى اللي يحصل في العين نعم طيب الجراحة الجديد بقى إيه؟ الجديد اللي احنا مثلاً كان في الجراحات الحوال دي حاجات بقى تيكليك سجوع العملية يعني كان نحن لازم نقص العضلة نشيل منها جزء ونغير مكانها ونلحمه في مكان تاني في العين دلوقتي ممكن أن نحن نخيص العضلة ونأثرها وهي من غير أي أثر حاجة بالخياط بس نعم بالضعيف يجزع منها وبالتالي نسبة الخطورة هنا أصبحت أقل دكتور أحمد؟ نسبة أن نحن يبقى في جراحة بنقلل الجراحة تاني حاجة تيكليك برضو أن احنا ممكن نخش من مكان ما يبانش بنقلل في الجراحة يعني أو الأجزاء اللي هتتقطع ممكن نستخدم مادة البوتوكس برضو وحقنا العضلات حيث أن احنا بنظايفها شوية يعني كلها حاجات بتبقى جوة في التكليك المهم أن العملية في الآخر بتبقى بسيطة وبتبانشي ومتاخد شوية طب بالنسبة نجاح مثل هذه العمليات هل بالفعل تحسن مشكلة الحوال بنسبة مرتفعة؟ آه يعني هو نسبة النجاح 80% 80% فقط في نسبة طبعاً بتبقى 20% يبقى فيه بقايا في الزاوية الزاوية اللي كانت موجودة بتقلل بس هذا حاجات بقية ممكن زيتعاد تاني ممكن دي بتضاف وبعدين فيه كمان في العمليات ونظن برضو جديد عشان حاجات سؤالتي كان نحن ممكن نعمل الغرجة أو الكتب بطريقة إن هي ممكن تتضبط بعد العملية يعني مثلا صلحنا جوزة كانت الزاوية اللي حوالي 45 درج طيب صلحنا لقينا إن نحن صلحنا 50 بقايا في 5 درجات ممكن بعد العملية زبط الغرج بحيث إنها تتطلح الجوزة كان زيادة أو أقل نعم دكتور أحمد وردنا سؤال من أحد مشاهدين سؤال ربما خارج عن الموضوع يقول فيه أحيانا كثيرة أشعر بتشابك نظري وينتابني شيء يشبه الضغط حينما أكون مركزا على شيء ما يعقب هذا الأمر دوخة تضطرني إلى إشاحة نظري والضغط على كلتا العينين وأطراف الجبين ومن ثم الاستلقاء ترى ما السبب علما بأني تخطيت منتصف العمر يعني مثل هذه الحالة ما يمكن أن نسميها دكتور أحمد طيب يعني إحنا هيبقى فيه عدة ممكن الحالة تيه ممكن فيه عدة أثبات يعني عدة تشخصات أول حاجة أبسطهم أن النظر مزبوط ما قاس النظر مش مزبوط فممكن يكون عشان يحاول يركز أو يشوف يضطر أن يستخدم عضلة بتاعة القراءة اللي بتعمل تكيف للعين فهو ممكن يكون طبعاً مع المنتصف العمر بتبقى العدسة بتاعة العين نشفت فنبقاش فيه تكيف زي زمان فكده العضلة بتبقى بتضغط جامد كان واحد بيزقه في الحائق بيبزي المجهود بيأعمال يبزي المجهود وما بيستفتش منه طبعاً بيحصله صداع ده ممكن نقول التقلص في العضلات بتاعة العين أو يكون برضو عنده ممكن يكون مع عيوب البسار دي برضو العضلات بتاعة القراءة اللي هي العضلة الداخلية للعين اللي بتخلي العين تنظر للشيء للقراءة ممكن تكون برضو حصلها زي سداد التقلص في الحالة دي هو لازم يكشف عن طبيب أول حاجة عشان يوصف للنظارة المناسبة هذا التقلص ده نقطة النقطة التانية طبعاً التركيز الشديد بيخلي الواحد ما يعملش بلينكينج يعني ما يرمش بقانين ففي الحالة دي ممكن يحصل برضو جفاف في العين جفاف في العين ده أول القرانية العصابة على القرانية تتريد تحس ممكن الصباح لهو يحس برضو بهذا الشكل دي 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 ممكن تكون أسباب نعم دكتور أحمد البدوي استشاري طب وجراحة العيون كنت معنا عبر الهاتف شكراً جزيلاً لك وبالعودة إليك دكتورة يمام حول موضوع حلقة اليوم وبعض الأسئلة الشائعة التي وردتنا سؤال من سمية تسأل وتقول عندي طفل يبلغ أربع سنوات تكونت لديه كتلة بيضاء في جانب العين من الداخل مع ورم تحت العين هل يمكن معرفة سببه وعلاجه؟ أجل هذا سببه بكتيريا دخلت إلى العين فلازم الكشف عند الطبيب ولكن في البيت ممكن أن تضع بشكير ساخن أو فاتر على العين لمدة عشر دقائق مرتين في اليوم سترى أن الإحمرار سيقل ولكن لو كانت البكتيريا عالية في العين فلازم مضاد حيوي نعم دكتورة يمام أيضا من الأسئلة التي وردتنا عبر فيسبوك لايف سؤال من علي أبو أحمد يسأل ابن عمره أربع سنين لا يرى بالعين اليسرى ومعه عدم نمو بالعصب البصري هل يوجد علاج له وعلم أن النمو نمو العصب البصري متوقف عنده 3% ممكن يعني هو عنده كسل في العين أو أمضيوبيا ممكن من خلال التأهيل البصري أن يعيد بعض الشيء من البصر ولكن 3% رقم ضعيف ربما أو قليل طعيف فممكن يجد صعوبة ولكن في مثل هذه الحالات عندما يتوقف نمو العصب البصري لا يجد هناك علاجات أو طرق تحفز نمو هذا العصب خاصة أنه في عمر صغير أربع سنوات للأسف لو لو حصل شيء للعصب البصري نفسه من الصعب جدا أو يعني التكنولوجيا ما وصلت لسه لزراعة عصب بصري يعني أو نسبة التحسن ضعيفة للأسف نعم في مثل هذه الحالات ما يكون السبب يعني يكون هل ربما وراثيا عدم نمو العصب البصري في عدة أسباب ممكن يكون وراثيا ممكن يكون ناتج عن مشكلة في في الهواء في الأكسجين وعند الولادة ممكن أيضا يكون ناتج عن ضربة ضربة على دماغ أو لو الولد وقع مثلا من مرتفع أو يعني أو مكان مرتفع نعم آه آه تمام نعم أيضا دكتور يمامنا الأسئلة التي وصلتنا آه عامر يقول عندي ابن أختي عمره ثلاث سنوات قبل شهرين اتضح أنه ما بيشوف كويس أو منيح رحنا للطبيب آه وصف له نظارات بماذا آه تنصحينا يعني ربما هذه المشكلة نلاحظها أو منتشر نوعا ما بين الأطفال آه عدم الرؤية جيدا في عمر صغير في هذه الحالة مشكلة النظارة أو حل النظارة تحل المشكلة على المدى الطويل هذا يتوقف على الوصفة نفسها لو هو عنده مد أو قصر نظر فالنظارة كافية وربما عندما يكبر أكثر ممكن يستعمل العدسات اللاسقة فهذا يتوقف على سبب لماذا هو يضع نظارة نعم دكتورة يمام يعني لاحظنا يعني مشاكل العيون الأطفال يعني تصيب تصيب الأطفال في عمر صغير إذا أردنا بعض النصائح للأمهات وللأهل ربما نوعا ما لتجنب مشكلات الأبصار عند الطفل بماذا تنصحي أهم شيء هو الفحص السنوي وابتداء الفحوص باكرا يعني منذ ستة أشهر ستة أشهر والفحص يعني المواظبة على الفحص لكي نقدر على اكتشاف أي مشكلة باكرا نعم وبالنسبة ربما أيضا للأفراد في استخدام الهواتف الذكية أيضا والتلفاز ربما أيضا يؤثر على نظر الأطفال أكيد خصوصا الأيباد والأشياء الأقرب من التلفاز نعم بهذا مشاهدين ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم من ساعة صباح نشكر ضيفتنا الدكتورة يمام المراد أخصائية أمراض العيون والتأهيل البصري والتي كانت معنا عبر سكايب من كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية وبالطبع الشكر لكل مشاهدين ومتابعين على طيب المتابعة نرجو لكم صباحا جميلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى